اشتركوا في القناة السلام عليك يا ابن عميل المؤمنين وابن سيد الوسيعين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين السلام عليك يا سار الله وابن سار والبتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنارك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار يا أبا أبد الله لقد أظمت الرزي وجلت وعظمت المسيبت بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت المسيبتك في السماوات ألا جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البايت ولعن الله أمة دفعتكم المقامكم وعزالتكم المراتبكم التي يرتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله المبنخدين لهم بالتمكين من قطالكم بريت إلى الله وعليكم منهم ومن أشيائهم وأتبائهم وعوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وهرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاتبا ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله أمر ابن السادين ولعن الله شمران ولعن الله أمة أسلجت وألجمت وتنقمت لقطالك بأبي أنت بأمي لقد أضم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرضغني تلب السادك ما إمام منسور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم مجألني إنك وجيغا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا أبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاتمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرغ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنا عليك بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بريت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحار وبالبراءة من أشيائهم وأتبائهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وبلي لمن والاكم وأدب لمن آداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزغني البراعة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لإندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلقني المقام المحمود لكم وإن يرضغني تلمساني ما إمام هدى ظاهر ناتغ بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم إنه أن يؤتيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبة مصيبة ما أعظمها وآزم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرا اللهم اجعلني محيا يا محيا محمد وآل محمد ومماتي مماتا محمد وآل محمد اللهم إلا غاذا يوم تبركت به بن أميام بابن عاكلة الأكباد الليل بلل لئين ألا لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موتن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العن أبا سفيانا ومعابيا ويزيد ابن معابيا عليهم منك اللعنة أبدا العابدين وهذا يوم الفرحة به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسان صلوات الله ألا هاين اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والأذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في غاز اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك عليهم وأليهم السلام اللهم العن أبلا الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة تابع له ألا ذلك اللهم العن الإسابة التي جاندت الحسين والشايات وبايات وتابعت ألا قتلهم اللهم لأنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار ولا جاء له الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وآلا ألي بن الحسين وآلا أولاد الحسين وآلا أصحاب الحسين اللهم خس عن تأبلا الظالم باللأن مني وابدا به أبلا ثم العن الثانية والثالس والراب اللهم العن يزيد خامسان والعن أبايد الله بن زياد وابن مرجان وأمر بن ساد وشمران وآل عبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك ألا مصابهم الحمد لله ألا أظيم رزيتي اللهم رزقني شفاعة الغسين يوم الغرود وسبتني قدم صدق إن كمال حسين وأصحاب الحسين الذين بزلوا مهجهم دون الحسين علیه السلام شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم يا ل